ضحايا كورونا تجاوز الإنفلونزا الإسبانية فاستحق وصفه بأكثر الأوبئة فتكاً وذلك في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أمريكا تجاوزت عتبة 670 ألف حالة وفاة وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز التي حللتها شبكة سي أم بي سي الإخبارية فإن وباء كورونا بات رسمياً الأكثر فتكاً في التاريخ الأمريكي الحديث بعد تجاوزه الأرقام المقدرة لجائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 وجائحة الإنفلونزا الإسبانية التي جاءت على ثلاث موجات أودت بحياته ما يقدر ب670 ألف أمريكي الولايات المتحدة تشهد موجة جديدة من الإصابات المرتبطة بالفيروس حالياً مدفوعة بمتغير دلتا سريع الانتشار على صعيد العالم تسببت الإنفلونزا الإسبانية في وفاة ما يقدر بنحو 20 إلى 50 مليون شخص وفقاً لمنظمة الصحة العالمية بينما حصد كورونا أرواح ما يقرب من 4.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن